السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومرحبا بكم في قناة ام حسام ابخونتي صاج نتمنى تكونوا باق خير وعلى خير وتكون امركم كلهم زيانا كيفما كتفو على الصورة اليوم فيديو جديد على القناة نتمنى هذا الفيديو تنال اعجاب دلكم خليكم معي تفو المقادير وطريقة التحضير بسم الله على بركة الله نتعرف على المقادير سوف نحتاج 4 بيضات يكون حجم متوسط سوف نحتاج كاس عمر مزيان القرقع مهرمش و 12 حبة التمر كيفما كتفوه هنا قطعتوا بشي سهل كيس كاكاو معلقة كبيرة قهوة سريعة الدوابان سوف نحتاج اكياس خميرات الحلويات كاس الى ربع زيت كاس السكار ودقيق كيفما كتفوه هنا كيفما كتفوه سوف نضيف الماء الساخن للقهوة باش الدوب باش نستعملوها هي اللولا كيفما كتفوه سوف نحركوها و سوف نستعملوها بالنسبة للسكر إذا بغيتوا تستغنوه على السكر في هذا الكيك هذا ممكن أنكم تضيفوا واحد الكيمية اللي تقدر تحليلكم الكيك ديال التمر وتستغنوه على السكر أو الليلة كنتو كتفوه كيك يكون ناقص في الحلوة فمن الأحسن أنكم تنقصوه في السكار لا تديروش كاس كامل هنا كيفما تشوف هنا قدرت قهوة سريعة الدوابان من بعد ما ضفت لها الماء سخون و ضفت الكيس ديال الكاكاو ضفت السكر و غضي نضيف التمر لقطع و غضي نضيف الزيت اللي عندي فيها كاس إلا ربع الكاس ديال الشاي وهنايا غنضوزوا نميكسي و هاد العناصير هادو مع بعضياتهم حتى يولي بنا التمر يعني ما بينش ولا يمطحون بزيان ديان بالنسبة لإلى بغيتوا تطريفة ديال التمر يكونوا باينين عندكم في الكيك غضي تكتافيوا أنكم غضي تقطعوهم طريفة صغارة و تستعملهم الكيك هادا يلا بغيتوا يبان لكم الطريفة ديال التمر في الكيك أما بالنسبة لإلك انتو غادي تحليوا بالتمر فضروري أنكم تميكسيوا التمر باش يعطي الحلاوة للكيك كامل إذن غنمشي على هاد طريقة هادى كيف ما كتشوفو حتى نميكسي هاد التمر هادا مزيان وتخلط مع هاد العناصر هادو ونتحصل على واحد الخالات كيف ما كتشوفو خالات اللي عاقد ومن بعد ندوزو نضيفو العناصر الاخرى التمر وكيف ما كتشوفو من بعد ما ميكسينا التمر مع الزيت والقهوة والكاكاو كيف ما كتشوفو كنتحصلوا على لوحة الخريط اللي كيكون على هادشكل هادا سوف نضيف البيض بالنسبة للطاوة الفران سوف نستعمل 32 إلى 24 سوف نضيف 4 البيض ونخلط الخالط سوف نضيف 1 رشيشة الملح ضروري ضروري نضيف 1 رشيشة الملح ضروري لكي تعدل وكي توازن الضوء ومن بعد نضيف سوف نضيف معي العبار سوف نضيف المعلقة كبير 3 المعلق سوف نضيف ثلاثة المعلق نضيف خلط ونضيف تدريجيا ونضيف القوام اللي غادي نحتاج بالنسبة للقرقاع غادي نضيف له واحد معلقة ونصف او لا جوج معلقة مع مرينش ديال الدقيق ونخلط مع بعضياته باش مني ننزل القرقاع مع الخالد ديال الكيك ما ينزليش القرقاع للتحت يعني يبقى مفرق ليه في الكيك يعني في جميع الطريفات يبقى الفوق والتحس يعني يكون التواجد دياله في الكيك يعني في جميع البلايس ماشي غين ينزل الاسفل ديال الكيك صبنا نخلط على هات الشكل هذا كيف ما كنتشوفو بالنسبة للدقيق فتيبقى دقيق على حسب الدقيق اللي عندكم وش كي يشرب بزاف او لا ما تيشربش بنيسبة لهاد العبار هادا تقريبا ما كان فوتوش عشرة ديال المعالق ديال الدقيق يكونوا عامرين ديال وكيف ما شوتو معايا انا ضفت جو ديال اكياس ديال الخميرة ديال الحلويات تقريبا 16 جرام بنيسبة لهاد الخميرة هادي كي يكون فيها 8 جرام وغادي نخلط هنا اضفت القرقاع اللي اضفت له شوية ديال الدقيق وغادي نزيد نخلط يعني اه الخليط على هات الشكل هادا هنا هي ضروريا خصنا نزيدو شوية باقي كي يبا خفيف غادي نضيفو شوية ديال الدقيق وغادي نزيد ونخلطو حتى تشوفو معايا القوام اللي غادي نتحصل عليه عاد باش غادي نتوقفو على الدقيق يعني انتو ما غا تديو على اه على القوام ماشي على العدد ديال اه المعالق ديال الدقيق حيس كي يكون اه بعض الانواع ديال الدقيق اللي كيكون اه كيتشرب كيف ما كتشوفو اه منين كنا نهزو اه اه اطراف يعني ما كيكونش الخليط للي كيك سايح يعني كيطيح بالطريفات صافي دول قوام اللي غادي نتحصلو عليه كيف ما كتشوفو وهنايا هادي يضطوض الفران اللي غادي نستعمل كيف ما اسبق لي وقيت لكم العبارتي هاربار 20 سنتيم على 32 سنتيم لبستها بورق الطهي كيف لا تشوفون يعني احسن ما ندهن الزبدة او الزيت ونرشون بدقيق ويأتي الكيك اللي يكون فيها الكاكاو وشهب يعني من الاحسن اننا نلبسوا المول في حالة الشكل هذا نهزي دينا الفوق ونخويه الكيك ونقضي الكيك في طوى الفران ندخله الفران على 180 درجة حتى يطلع مزيان ونشعل عليه من الفوق يكمل الطياب وهنا كيف لا تشوفون هذا هو الشكل الكيك من بعد ما وجد يعني من بعد ما اطلع و يعني كنا نشوف كنا بواحد العود في الشيواء او الكيردان كندخله في الكيك منين كنخرجوا العود للشيواء تلقاو هنا شوف ما فيش العجينة يعني كنتأكدوا بأن الكيك واجد هيا غديندوزوا الزين بنسبة لي أنا غدينحيد هاد الجوانب هادو غير بش يجيني الكيك يعني في القياس ديال الطبق اللي غديننزل فيه الكيك ممكن أنكم لا تقطعوش إلا عندكم شي طبق اللي يكون قد الكيك اللي عندكم كيف ما كتشوفوا هنا الكيك يجي شيش بزاف و يجي خاوي من الداخل يجي من أروع ما يكون يدف الفم وهنا كيف ما كتشوفوا هذا هو الكيك ديالنا كيف يجي صراحة يجي زوين بزاف نتمنى أنكم تجربوا هاد النوعية من الكيك كي يجي زوين بزاف غني يعني صحي وغني يعني فيه القرقاع فيه التمار كي يجي مختلف على الكيك اللي مول فين كان ديرو هنا غدين ندهن شوية بالنطاج ممكن أنكم تديروا المربا أو لديرو اللي بغيتو ديرو العسل ديرو أي حاجة بغيتو هنا أنا غدين ندهن لوجه ديال الكيك بنطاج و غدين نرش عليه كوكا و مهرمش كيف ما كتشوفوا محمر و مهرمش يعني حتى نغطي الوجه ديال الكيك كامل بالنسبة لتزين تيبقى تزين اختياري ديرو اللي بغيتو واللي عندكم في الطار غمشي على الطريقة هادي حتى نزين الكيك ديالي كامل بكوكا و مهرمش و هنا يا دوبت شوية ديال الشوكولات الأسود و غدين ندير به خطوط على كوكا و مهرمش كيف ما كتشوفوا استعنت بهذه القرعة هادي اللي كتسهل يعني كتسهل بالنسبة المبتدئات اللي كيجيهم انهم يديروا خطوط ببلاستيك او لا يعني صعيب يستعنوا بحال هذه القرعات هذور هما كيجيوش ساهلين سوف نمشي على هذه الطريقة هادي و هنا يا مبقى لإلا القول لكم وصلنا النهاية ديال الفيديو نتمنى هذور فيديو تكون كانت تخفيفها ضريفة على قلبكم و أعجبكم الكيك الكيجي من أروع ما يكون غني بمكوينة صحية لا تنسونيش من دعمكم القناة بالاشتراك في القناة اللي باقي ما اشتركش ما تفعل الجرس باش يوصلكم كل جديد بارتاج للقناة في مواقعكم التواصل دمتم في رعايت الله